اشتركوا في القناة جوي تيفي على التلفزيون مباشرة من خلال التطبيق اللي اصبح متاح على التلفزيونات الذكية ولو اشتركتوا دلوقتي حالا من مصر هتحصلوا على تخفيض خمسين في المية من قيمة الاشتراك وده مش للشهر الاول بس لا ده مدى الحياة للمشتركين من خلال شبكات المحمول او الكريدت كارد يعني ممكن تستمتعوا بكل مزايا جوي تيفي بخمسة وعشرين جنيه في الشهر او عشرة جنيه في الاسبوع ما تضيعوش الفرصة واشتركوا دلوقتي من خلال اللينك اللي في الديسكريبشن وافتكروا ان المشتركين من مصر مش محتاجين يكون عندهم كريدت كارد وممكن تشتركوا بسهولة من خلال شبكات المحمول اللي حضراتكم مسجلين عليها وانا عن نفسي شايف ان ده افضل حل العمليات الدفع وافضل بكتير من الكريدت كارد او حتى الدفع عن طريق الكاش خلونا فاكرين ان الكاش هو اللي اغرى ماكس ووقعوا في الفخ بتاع فينسنت لما وافق انه يوصلوا اماكن مختلفة وينتظروا عشان يخلص مشاويره كلها في ليلة واحدة وهو ما يعرفش ان في كل مشوار من دول فينسنت ناوي يسيب وراء اتيل انتهاءا بماكس نفسه وفي رحلتهم دي سابوا تجربة سينمائية امتها بتزيد مع مرور الوقت لما نتأملها ونشوف فلسفة مايكل مان في اخراج فيلم ليلي بالكامل ونشوف شجاعة توم كروز وهو في عز شعبيته بياخد دور شرير ومساند كمان ونعرف ان الفيلم ده هو اللي نقل مسير جيمي فوكس وهو اللي قدم لنا مارك رفلو وهو اللي عرفنا بهافير باردام وانبه انا حاسس انكم ممكن ما تفتكروش انهم كانوا في الفيلم ده من اصله وانا هنا مش جاي يعرفكم بالفيلم انا جاي اتكلم عن مشاهدي الخمسة المفضلة فيه بالزبط زي ما عملنا في فيلم ده في حلقة سابقة لو ما كنتوش شفتوها ححبتلكم لينك لها في الدسكريبشن تحت ونقشتنا هيكون فيها حرق للاحداث فلو ما شفتوش فيلم كولاترال افضل تقفلوا الحلقة دي دلوقتي وتشتركوا في جاوي تيفي وتشوفوا الفيلم وبعدين تيجوا تشوفوا الحلقة مشهدنا الاول هو مشهد المقابلة الاولى لماكس مع فينسنت وبالتحديد اللحظات اللي سبقت لقائهم انتهاءا بركوب فينسنت في التاكسي اللي بيسوقوا ماكس العبثية هي العنوان الابرس في المقابلة دي بداية بالمرور العابر لفينسنت بجانب من يفترض ان يكون ضحيته الاخيرة والاهم مرورا باقتراب فينسنت من انه كان يصرف نظر عن التاكسي ده بالتحديد وياخد تاكسي اخر وانتهاءا بالحكمة اللي بيلقيها فينسنت واللي بتغلي في الفيلم كله حكمة القصص الصغيرة اللي العالم ما عادش عنده وقت عشان يلتفت لها اللي قادت رجل عشوائي انه يركب المترو ويموت ويفضل قاعد ست ساعات لغاية لما حد اكتشف انه ميت المشهد ده كمان هو اللي ارثى فلسفة التصوير بشكل عام واللي كانت بتوظف كاميرا بيتم استخدامها الاول مرة فيها التفاصيل البصرية واضحة جدا وفيها طبيعة غير صفية للشاشة وفيها اكسبوجر مرتفع بشكل جريء جدا لدرجة ان احنا في مشاهد ليلية ولكن شايفين الدنيا منورة بوضوح وده اعطى الفيلم طبيعة بصرية مختلفة جدا وفريدة جدا المشهد التاني اللي هتكلم عنه هو مشهد النهاية على طول واللي سبقوا تسلسلات في الفيلم بكل تأكيد ما كانتش افضل فتراته المهم دلوقتي اننا امام مطاردة ماكس بيحاول فيها ينقذ الضحية الاخيرة والمطاردة بتقودنا للمترو اللي بيشهد تبادل لاطلاق النار والعبثية مرة اخرى بتتدخل وبتقود ماكس الان هو اللي ينجح فيه اصابة فينسنت ونشوف شوي التمثيل من النوعية الفاخرة من توم كروز اللي بيدرك انه اصيب ومع ذلك بيحاول يعمر مسدسه مرة اخرى وفشلوا في ذلك بيقودوا لليقين بان اصابته دي قاتلة وهنا بتغلب الشخصية المحترفة حتى في لحظة الموت مفيش رغبة في الانتقام لان ببساطة الموضوع مشخصي المباراة انتهت والفائز تم اعلانه وهو تقبل الهزيمة ماكس في اللحظة دي هو كمان بيكتشف انه لسبب ما ما عندوش مشاعر قراهية تجاه فينسنت وفينسنت بدوره بيريحه وبيقفل القوس اللي اتفتح في بداية الفيلم اصبح هو الان الجثة اللي كان بيتكلم عليها اللي غالبا هتقعد ساعات في المترو لحد محد يكتشفها وينضم توم كروز لنادي خاص جدا نادي الاشرار اللي مع ذلك بنحبهم وبيموتوا في اخر مشهد في فيلم المايكل مان المشهد التالت قمته في الحقيقة شخصية شوية وحوارية في المقام الاول ومفردتها السينمائية مش متميزة اوي ده مشهد مواجهة المبادئ ما بين ماكس وفينسنت ماكس فيه بيحاكم كل القيم العبثية اللي القاها فينسنت وهو متصور انه منزه عن المحاكمة لحد ما فينسنت هو كمان بيواجهه بالكتبة اللي هو عايشها انه بيشغل وظيفة مؤقتة لحد ما يطلق مشروعه وهنا يكمن سر الشخصانة يا جماعة لاني لما شفت الفيلم ده حسيت ان فينسنت بيحاكمني انا شخصيا لاني كنت عامل زي ماكس بالزبط عايش في دوامة بكرهها وعمال اقنع نفسي ان دي فترة مؤقتة لحد لما ابن الذين رمهالي في وشي بمنتهى الامانة يا جماعة انا لغاية لما اطلقت فيلم جامد كنت بردد الجملة دي لنفسي يجي عشرين مرة كل يوم وبمنتهى الامانة برضو انا ابتديت ارددها لنفسي تاني اليومين دول بس ده موضوع نتكلم فيه بعدين فيلم كولاترال بدأ بشكل عنيف ولكن بالهداوة فيه جرائم قتل بس بنشوفها بشكل متعاطف شوية لحد لما بنوصل للمشهد الرابع اللي عاوز اتكلم عنه اللي العنف الهادي ده بيقلب فيه حمام دم مشهد الفيفر نايت كلاب العملية القبلة الاخيرة في رحلة فينسنت الرحلة اللي ابتدت بلاعب واحد هو فينسنت نفسه وبعدين الظروف قادة ماكس لانه يبقى اللاعب رقم اثنين وبعد كده التعائدات تزايدت جدا لحد ما بنوصل للمشهد ده وملعبنا فيه الست لاعبين ماكس فينسنت ري زابط المخدرات الاف بي اي عصابة فيلكس المكسيكية وعصابة لم ضحيتنا الاخيرة وكل دول دوروا الدعك في بعض على انغام ساونتراك فاجر وتصوير ومنتاج متقن بدرجة تفوق الوصف واداء حركي مبهر من توم كروز وتصميم معارك من مدرسة مايكل مان جماعة مايكل مان فافلامه مش هتلاقي مشاهد اكشن كتير هم مشهد او اثنين او ثلاثة بالكتير قوي بس هو دايما بيبدل العدد بالجودة لو السيناريو فيه مشاهد كتير تعالوا نتبع المدرسة البسيطة في اغلبها ونقعد نبدع بقى في مشهد او اثنين مشهد المواجهة في كلاب فيفر بكل تأكيد من مشاهد الاكشن المفضلة عندي في التاريخ اما مشهدي المفضل في الفيلم كله فللمفاجأة توم كروز ما ظهرش فيه ده مشهد بيجمع جيمي فوكس مع هافير بردام ماكس هنا بيجبر انه ينتحل شخصية فينسنت ويدخل عرين الاسد عشان يكفر عن خطيقته ويستعيد لفنسنت القائمة اللي هو وكان ضمرها سائق تاكسي مسكين قاعد قدام زعيم عصابة مخدرات ميكسيكي بيقوله ببساطة انا قاسف الايمة بتاعتك وقعت مني وهافير بردام بيديله خطبة بيدرو الناجرو احد اعظم خطب التهديد اللي ممكن اكون سمعتها في حياتي وعلى فكرة انا حافظها كلمة كلمة وامام التهديد ده كله ماكس ما بيلاقيش قدامه غير انه يتحول ويتقمص كل اللي كان تعلمه من فينسنت في واحدة من اللحظات القليلة اللي جيمي فوكس بيتجل فيها تكسيديا عشان ينجح في مهمته ومع ذلك يدخل فيليكس الملعب ونروح لمشهد كلاب فيفر اللي لسه متكلمين عنه ولو تسمحوا لي قبل ما نقفل الحلقة تطبيلة اخيرة لمايكل مان مخرج المفضل لان مفيش مخرج في الدنيا طلع الشغل اللي هو طلعه من اتنين قاعدين بيتكلموا قصاد بعض على ترابيزة ودي كده قائمة مشاهدي المفضلة من فيلم كولاترال وعلى فكرة قصاد القيمة الكبيرة جدا لفيلم كولاترال عندي مقدرش اقول انه هو فيلم بدون مشاكل ويمكن صفة الابداع في حضور العيوب دي اللي بتدينه المكانة الخاصة دي عندي وبتدعم العبثية اللي هو نفسه بيتبنها من البداية للنهاية ياريت لو عندكم مشاهد مفضلة من فيلم كولاترال تشاركوها معنا في الكومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شار و لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وانستجرام وبي باي